في الجزء الثاني من كتاب الفقيه عند ذكر الزيارة الجامعة الكبيرة بحسب رواية الصدوق في الفقيه في هذه النسخ التي بين أيدينا مما جاء فيها من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم الخطاب مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم حينما نعود إلى كتاب آخر من كتب الصدوق عيون الأخبار عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 308 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فارق كبير في المعنى في الجزء الثاني من الفقيه ومن قصده توجه بكم بينما في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم أنتم الجهة التي نتوجه إليها بالضبط مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه وليس به إليه يتوجه الأولياء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وليس به الذي جاء في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا من طبعة مؤسسة الأعلم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم وفي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية أتحدث عن الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه صفحة 498 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا تحريف كبير هذا تحريف كبير توجه بكم معنى ومضمون يختلف عن معنى ومضمون توجه إليكم إذن في طبعة مؤسسة الأعلم ومن قصده توجه إليكم وفي طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية ومن قصده توجه إليكم وفي نسخ أخرى من عيون أخبار الرضا فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم للمحدث الشافعي إبراهيم الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن الهجريين هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الحبيب بتحقيق أمحمد باقر المحمود صفحة 183 إبراهيم الجويني الخراساني نقل الزيارة الجامعة الكبيرة عن عيون أخبار الرضا صفحة 183 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن خصده توجه إليكم والذي يأتي منسجماً مع القرآن في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ إن الله واسع عليم بحسب تفسير العترة لقرآنهم فوجه الله هو صاحب الأمر عن أمير المؤمنين في كتاب الاحتجاج وغيره وجه الله في هذه الآية هو قائم آل محمد وجه الله محمد وآل محمد أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله الذي تتوجهون إليه وليس الذي تتوجهون به فثم وجه الله الذي تتوجهون إليه هذا هو المنطق القرآني الذي يأتي منسجما مع ما جاء في عيون أخبار الرضا ولا يأتي منسجما مع الذي جاء في كتاب الفقه الزيارة هنا حرفت والذي حرفها الطوسي الطوسي في كتابه التهذيب وهذا هو الجزء السادس من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران أورد الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة مية واثنعاش من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم هذا هو الحرامي الحرامي هنا مصدر التحريف هو هذا وحرفوا كتاب الفقه كي ينسجم تحريف الطوسي في كتابه ولم يكونوا قد التفتوا من أن الصدوق ذكر الزيارة في عيون أخبار الرضا لأن الكتاب ليس مشهوراً وليس معروفاً ككتاب الفقه الحكاية واضحة فمثلما حرفوا هنا حرفوا في موضوع الساهو وحرفوا في موضوع الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وحرفوا في موضوع التشهد الوسطي بحيث حذفت الصلاة على محمد وأهل محمد وهي الميزة الواضحة في الصلاة الشيعية هذه أمثلة أمثلة من كتابين فقط من كتاب الكافي ومن كتاب الفقه الكافي للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة والفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ترجمة نانسي قنقر